على هامشي الاحتفال بعيد الشرطة نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2023 بأكاديمية الشرطة والمعرض شهد حضورا من كافة فئات المجتمع وضم التكنولوجيا والأدوات التي تستخدمها قطاعات الوزارة وزارة الداخلية لتقديم الخدمات الأمنية والجماهيرية في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الواحد والسبعين نظمت وزارة الداخلية المعرض السنوي لعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية والكلية الإكليريكية وذو الهمم ورجال الإعلام والصحافة وأسر الشهداء إضافة إلى قيادات وموثل قطاعات وزارة الداخلية وجود عدد كبير من الشعب المصري للمشاركة والدعم والمساندة ده إضافة كبيرة المصريين كلهم مفتوك يحتفلوا به لأن ده بيعبر عن اليوم اللي استشهد فيه رجل الشرطة هو بيدافع عن مصر في معركة مهمة جداً اسماعيلية شرف لها طبعاً أنا أكون متواجد نهاردة ويرب دايماً كده ربنا يحفظ مصر وشعب مصر وشرطة مصر وجيش مصر شهد الحضور عروضاً متنوعة قدمها طلبة وطالبات كليات الشرطة تعكس جاهزيتهم وكفاءة عمليات الإعداد والتدريب داخل الكلية كما تم تقديم عروض للفروسية وكذا كلاب الأمن والحراسة فضلاً عن العروض الموسيقية مصر يا اللي شمسك لا يمكن كريب أنا جنبك تملي ومنك كريب هندي لك عدية وأدي المسؤولية الاحتفال النهاردة الحقيقي احتفال جميل وليه طبيعة خاصة أجمل لقطة أنا شفتها مشاركة الأطفال والأسر مع بنات ورجال الشرطة مصر جميلة برجالها رجال الشرطة ورجال الجيش أبنا قويهم بديهم صحة ومتفوقين ودايماً هم دول الأمان والحد الأمن لكل الشعب المصري بجد بشكرهم القلبي على المجهود اللي بيعملوه كل سنة وكل سنة هم طيبين وعيد سعيد عليهم يا رب وعلى وزاة الداخلية كلها نشكر طبعاً كل رجال الشرطة طبعاً على الواجب الوطن اللي بيقدموه لنا دوت وبجد احنا فقورين بهم احنا بنحب خالص كل سنة نيجي نشارك هنا المعرض ونشارك نحن نحتفل معاهم بعيد الشرطة وانا فخور ان انا حرم شهيد وفخور ان انا موجودة في المكان دا النهاردة والحافلة جميلة جداً زي ما انتم شايفين كده شوفت أشياء رقعة وكنت مفصوطة جداً جداً وكل سنة ونتوا تريدين عشان عيد الشرطة فرية كانت جميلة جداً استمتعنا بكل العروض اللي فيها كان في عروض متنوعة ومختلفة كثير جداً فرحت جداً بالاستعراضات الحلوة قوي دي وكمانهم وزعوا هدايا حلوة قوي على الأطفال المعرض تضمن أحدث المركبات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها مختلف قطاعات وزارة الداخلية لأداء ما هميها الأمنية والخدمية وتجول الحضور بين جنبات المعرض وسط إعجاب كبير بحجم التكنولوجيا المتطورة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية وفي مقدماتها سيارات الأحوال المدنية المجهزة بأحدث أجهزة الإصدار لمختلف مصدرات قطاع الأحوال المدنية حيث قام بعض الحضور باستخراج الأوراق الثبوتية من هذه السيارات وكذا سيارات المرور المجهزة بأحدث أجهزة الرصد المرورية وسيارات الحماية المدنية والنجدة والمضرعات كل مرة فعلاً فعلاً ببقى فيه تكنولوجيا جديدة وفيه فكر جديد إن شاء الله يا رب دايماً كده من خير لأخياً لأحسن من كده كمان إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة وكل أفراد وزباط الشرطة بخير وقصارهم وأبنائهم ربنا يحفظ أولادنا ويحفظ جميع رجال الشرطة اللي بيحموا البلد وبيحفظوا الأمن والأمان في البلد كلمة شكر لرجالة بيوصلوا الليل والنهار للعمل على حماية أمننا وسلامتنا كما شاهدوا البرامج التوعوية بمخاطر المواد المخدرة وجهود وزارة الداخلية في التصادي لها وأسنوا على جهود وتضحيات رجال الشرطة في كافة مجالات العمل الأمني كل عام وهم جميعاً بخير وربنا يقدرهم ويقويهم وهما سندنا وظهرينا طبعاً وإيد في إيد بإذن الله معاهم على طول شفنا تدريبات جميلة جداً ودهنا نحن نشوف في التطور اللي حصل في الشرطة خلال الفترة اللي فاتت في حماية الأمر القوم وحماية البلد روحتي عند عربيات الشرطة راكبتها كلها مع عجباتي كل سنة وانتوا طيبين أنا تبصدت قوي النهاردة راكبت عربيات كثيرة الحفلة كانت حلوة قوي قوي بالنسبة أن أنا أول مرة أشوف حاجة زي كده وكانت تجربة لذيذة جداً يعني أنا الصراحة شايف يوم جميل جداً والله وحاجات مبهرة جداً وخلت الواحد مبسوط وفخور جداً يعني ما شاء الله أجواء احتفالية سادت أرجاء المعرض حيث امتزج الحضور بين جنباته للتعرف على محتوياته وتجربتها مع التقاط الصور التذكارية التي تخلد احتفالهم بهذه المناسبة الوطنية والله مبسوطة جداً وسعيدة أن أنا كنت من المدعوين النهاردة أن أنا شاهد العرض الجميل أنا مبسوط جداً 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 أن أنا موجود هنا دلوقتي وفرحان جداً بالعروض اللي أنا شفتها أنا مبسوط جداً أن أنا جاءت هنا النهاردة وشفت العروض وشفت العربيات كلها واركبتها أنا مبسوط جداً جداً وبشكرهم على التعب والمجهود اللي هم عمله لنا شكراً على الحفلة الحلوة وشكراً أنكم تحبونا وتهتموا بنا هذا المعرض الذي امتزج مع حضور شعبي من كافة فئات المجتمع للاحتفال بعيد الشرطة الواحد والسبعين إنما هو تأكيد على التطور المستمر في الآداء الأمني والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في ذلك ويؤكد على أن الاحتفال بعيد الشرطة هو احتفال الشعب بشرطته التي تحميه وتصهر على أمنه أنا أحب الشرطة جداً وأعجب أن أمجب أن أتلظم كل سنوات طيبين كل سنوات طيبين كل سنوات طيبين تحيا مصر مشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع للشرطة المصرية في الاحتفال بالعيد الواحد والسبعين للشرطة واستعراض لكافة المعدات والأدوات التي تستخدمها الشرطة في آداء رسالتها الأمنية وهو ما يؤكد أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين عبدالله بركات التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر